طيب حنبدأ نشتغل برنامج صغير بس برنامج صغير شديد بالنسبة للناس يعني هو الهدف أصلا من الدورة بالنسبة للناس الأصلا هما علاقاتهم بالبرمجة ما كبيرة شديد ما بالحزن بقوله على البرمجة لكن حابين يدعلموا فيها فدي ممكن تكون بالنسبة لهم بداية كويسة أو مقدمة introduction كويسة للبرمجة طيب الموقع بتاع code bin حاجة كويسة فيه إذا الناس ممكن تعمل فيه حساب لحاجة واحدة لأنه هو ما بتحتاج لك تنزل أي حاجة على الجهاز بتاعكيد الطوالي تبدأ من المصفح بتاع الطوالي فما بتحتاج لك تنزل أي حاجة لكن حاليا إذا ما عليك بس عمل لدول ميوت تمام إذا ما عندي حساب ممكن تعمل حساب بيدام إن شاء الله بس الناس ممكن تتابع إنه إحنا شغالين على شنو حنمشين وحننصل بين طيب خلينا قم أعمل شيء للصفحة أو للشاشة بتاعات code bin طيب هو ده code bin أول حالة منتجي في البداية طبعا بليف دي البداية بتاعت البرنامج بيتجي في start coding مجرم الله على start coding بيقوم بيوريك إن دا تكتب شنو اللي هو نفحاسي طوالي مديني html css ومعاها javascript سأقوم أغير التعتيب سأسميه مثلا جميلتنا الثورية يا إخواننا شاهد حسنا الشيء البرنامج الذي نستغل عليه هو برنامج بسيط شريط الغرض مني أنه كلنا اللي ينمشي بذات الأولاد اللي ينمشي ناكل بوش بيكون في الزول اللي يجمع القروش بتاعت البوش ودعي من الزول بجمع القروش للناس تتهموا انه يأكل القروش يعني إذا مثلا الشيء بتاع البوش كان 5 جنيه 5 جنيه كان الزمان الشديد إذا الشيء بتاع البوش كان 30 جنيه ما يبهل 30 جنيه دي لسا شغاله ولا لا لكن إذا الشيء بتاع البوش كان 30 جنيه بتأجي انه هو بقوم بقوله محوان لله الشيء 40 جنيه وهكذا فإنه حاجة داينا عمله برنامج بسيط شريط البرنامج كل الحاجة اللي بيعملوا انه إشلينا القروش بتاعتنا اللي هو القروش بتاعت اللي ديناها له ويكسيم علينا على عدد الناس اللي هم مقعدين طيب هجوم نعمل شير للبرنامج البداية حيكون شكل عامل كيف إذا واضح لكل الناس دانين هي حيث داريننا دارين يكون عندنا المبلغ يكون عدد الان عدد الاشخاص وبعدين نقول ليه هو تدفع كم ويدينا الشير لأي زول تمام؟ يعني مثلا أفرض إنه المبلغ كان 40 عدد الاشخاص كان نتارين مفروض الشير يطلق 20 إذا كان المبلغ 50 عدد الاشخاص ثلاثة ومفروض الناس تتفع كم صراحة واو أنا صراحة ما كنتم تخيلني في زو الحي سيبه لكن أوكي آم آم طيب صراحة سرحت ذات أنا ذاتي أنا أصلا قلت أنا ما كنتم تخيلني زو الحي حيدة لكن ماذا مصلا مميزة الجواب يعني آم دي أوكي تمام طيب دي 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 فكرة ما كنتم تكتب خلينا قوم نجدد بكتب آم دا دي عارضي دا واضح للناس؟ أيوة واضح طيب 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 عندك أول حاجة عليها سارك بتلقى عندنا HTML آم دي الحاجة HTML اللي يعتبروها زي الطوب إذا دايدنا بنيلين وغرفة الطوب بتاعنا دا HTML حيبا التكس ماركب لانجلج دا CSS دي عبارة عن الديهان والطلية والنظافة النهائية دي عبارة عن CSS دي الحاجة يدين لنا style JavaScript دي عبارة عن زول البنة ذاته اللي هو زول البنة اللي بيبني لنا الحاجات وكذا بيعمل لنا الفنكشن دي كلها دي عبارة دي الحاجة التلاثة اللي بتعمل لنا الصفحة بتاعتنا تحت بيب طيب HTML دي الحاجة بنا كتب في HTML طوال بتصال لنا هنا يعني مثلا أفرد تكترنا آم 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 الحاجة hello word نتظر دايقين وحنجعوا ظهرتين هنا أوكي فبعد أي حاجة حنكتبها ستصال لنا يعني حنشوف الحاجة التي تصال لنا قدامنا طوالي طيب هنقوم نبدأينا نشغل لنا حاجات ظريفة ظريفة أول حاجة خلينا نقوم أنا بلس لأنه فتحت النيت وفتشته لقيت إن في حاجة اسمي لابل حاجة اسمي لابل دي بتقوم طب عليه لابل اللي هو اللابل بالعرب العنوان خلينا طيب آم أي بلوك أو أي طوبة في HTML اسمه tag فخلينا نعمل tag زي دا مثلا مكتب مثلا أول حاجة ندارين المبلغ المبلغ وبعدين نكفل التاج بتاعنا ممتاز ما في أي اختلاف بينه بين إذا كان المبلغ ساكل لكن هنشغل الاختلاف جدام إن شاء الله طيب علينا نكتب المبلغ بعد المبلغ أنا دايح حاجة تدخيل ليا آم أدخل فيها أو يعني مثلا آم أدخل فيها المبلغ بتاعي فمعاته أنا دايح حاجة اسمي input صح أقوم أدخل لياه باللوان دايح ال input ال input ال type بتاعه تساوي 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 ال input طيب الحاجة دي يعني شنون الحاجة دي يعني أنا دايح المبلغ بعد يأخذ دخلي input اللي هو الحاجة دي تساوي input ممكن أن تكفيها text ضابط ضابط طيب محظن حاجة إن المبلغ دي طوالي بعديه ال input فأنا دايح ما يجي بعديه ال input طوالي دايح حاجة زي زي لا بنعمل المبلغ يكون في سطره هو ال input ساوي ساوي تساوي مليها copy عند اللي هي عمل لها باسنت أنا الله يحب المحسنين وعليه المبلغ وبعد يو أنه أوكي كيف لا يساكل بساطة لكن ما يجريه إلا اللي هو في المبلغ ده بعد التعيب اللي هو بعد ال input الأول ما عندي break أقول أعمل ليه بيك سمني على عسل وبعد ذاك بعد هنا هعمل بيك ممتاز طيب الحالة واحدة ده أغيرها إذا مذكري في المبلغ ده ده أغيره لعدد الأشخاص عدد الأشخاص ممتاز ممتاز طيب لحدي هنا هل في أي زول نحن ماشينا سريع ماشينا بطيق في أي زول ما واضح عليه حاجة أو يتبخبض عليه الكيمان في في اللي هو اللي هو دي أحب دي استخدم يعني أنا معارف بارف واحدة اسمع براقراف دي ما نبس نبت يعني أو ال H1 أو دي هم ما نبسي شي هم قريبة يعني مثلا ممكن ناخد H1 مثلا لأن الحي اللي كل عنده علاقة بينهم في دارة تعمل H1 اللي هو عبارة عن header H1 طبيب H1 أدني هنا أكتب علي بH1 إيواء وقع عليك الفريق آي آي بقاليا نكتب لابل بقاليا نكتب بقاليا نكتب بقاليا نكتب صح صح اللابل يا هو المستطيل ذاته اللي على البدخ اللي فيه الأخير طيب خلينا أقوم أمسح ليك اللابل لشان تشوفي بارهن شونة تمام دي اللابل بتتعادنا صح خلاص حالي نعمل ليها كنترول X خلين نعمل كنترول V تاني هل وضح تيك اللابل هي شنو؟ لاب موضح معنى ال-イMPUT هي المستطيل صح؟ يعني السطر الثاني بتاع ال-イMPUT هل هناك شيء مواضحة مع الناس لحد يأسي؟ لا لا تمام معنات كده هافرد انه الناس قلت لها واضح لها طيب بعد ذلك فيه حاجات بسيطة بسيطة اللي هون امرأة واحد عندنا حاجة يا سيما بعد ذلك أنا دائل ليه حاجة هاجم اضغط عليها بتقول ليه تدفع كم صح؟ الحاجة دي ما يسمينها اه صمت اللي هو عبارة عن انبوت ذاته لكن اسمه صمت طيب كيف عامل الحاجة هاجم اقول ليه انا دائل انبوت بس الطائب او النوع بتاع الانبوت هو عبارة عن كيف يقول ليه والله يا اخي انا دائل صمت اكفل الانبوت امتازل باني صمت لكن انا ما دائل اسم يكون صمت انا دائل الاسم بتاعي يكون تدفع كم لا اني بس قدرت يعني بمحض الصدفة انا قدرت في قشية تلاثهن او الله كيف اغير ام القيمة بتاع تصميت. هاو تشينج تصميت ديفولت باليو. فقام قلي يا اخي قوم اكتب باليو هي في حياتاني يسمى باليو. وباليو ديها هلو قيمة انت لقينا. اقوم اقول له تدفع. تم. حمتاز. طيب. انا بين عدد الاشخاص. او بين الانبوت بداعي تاني وبين تتحكم دارا قوم اعمل بريك. فممكن اعمل بريك هنا. البريك طبعا ما يعني ممكن تاخده في المكاين في ذايره. ممكن اعمل بريك هنا. واعمل بريك بعد ما ينتهي. فكده هيديني هيديني الحاجة الفين نصف بين المبلغ وبين عدد الاشخاص هنا. فالحاجة الاخيرة انه دائرة اللي هو دائر. طيب حلينا ارجع عليكم. اعمل بريك لكنا. شير. او Uh In 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 Minit. فرتفع على أخروج بطول الشاشن الى الأخير مستخدم الشاشن هذه الاشياء نقوم بشكل مختلف بطول نقوم بفعل مختلف نقوم بشكل مختلف بطول لنقوم بشكل مختلف فتا عدد الزرش آس هاركم أكيد الشير تمام شديد حلينا كوم أعمل إنتركانيا بعد حسنا لنقوم براجع الحاجة الثانية من نور الجديد الحاجة اللولة المبلغ اللي هو الأول حاجة الحاجة اللولة ده أول سطور ثاني سطور عندنا إمبوت ده الإمبوت حقنا اللابل اللي هو ده الحاجة الكتب اللي هو عدد للأشخاص وبعددك عندنا إمبوت تاكت اللي هو هنا وبعددك عندنا إسماء إمبوت سو ميت ديها الحاجتنا وبعددك الشير للشير طيب حتى الآن الموقع ذاه عبارة عن موقع ما منه أي فايدة مع كل الاحترام للبرغمية كما قلناه لانا ما بيعمل أي حاجة إذا كتبنا هنا دادادادا قمت بصير نوضلاء عملنا... ودينا نسك ف هكذا لا اخرج routn دليناها وهناك علينا لก למשي ل ممكن تغيير لنا يعني هي إنسانة لطيفة ممكن تغيير لنا الجو وتديني مثلا ألوان تديني حياة الشرطة فإذا قلنا مثلا دارين نقوم نغير background الفيزيون عندها هي فكرة كيف ممكن نغير background في css اللي هو color بتاع background أو اللون بتاع الخلسير بتاعاتنا في الموقع كله طيب هقول ليه كالآتي هقوم وقول ليه يا سيد إننا هاي اسيمه body اللي هو ال body بتاعنا كله اركت عمل ليه فيه كالآتي تشيل ليه background اللي هو اللي هو ال body اللي هو ال body يعني ما زي ما قدرينها هل تغيير ليه دارين يتو دارين يتو يتولون يا خان ريد ريد نحاولو اللي هو الاغوط يالو ريد يالو تمام أنا صراحة هكون يعني يعني ديكتاتوري حابه سأقوم أخذ لوني green طيب الشديد فحننصب ال green لأنه why not يعني هم طيب كده عندنا عندنا الحاجات ديكتة طيب أول 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 مشكلة عندنا بعدك هنجي ليه سي أجلي جاباسكريب وعلي دايم إذا مذكرون عتب لي جاباسكريب قلنا جاباسكريب عبارة عن ذول than حقنا او الص dalam الصفحة حقنا فحسي جاباسكريب بذاتة قاومت محتارة قاومت محتارة cars لانان هي ذاتة مظهمة لعلن اخي طيب كيف ما ركزني فاناك انتعلم ان نقوم بالعشن الاختيار. طيب الحيوان الاساسيا ان اضغبت كريب اماتيه اضغبت كريب اضغبت كريب اضغبت لغير القرشة وانضغبت لغيرها في المبلغ هنا تقسيمي لنا على عدد الاشراص الى هنا وعندين تضغبتها لنا في الشارع هنا كلام مثل العسل طيب الا solamente ان اضغبت اضغبت عليها الاستيقافة بالنسبة لها الانبوت الانبوت كلهم احمد و احمد كلهم احد بالنسبة لانهم لاحظاً الانبوت عامل كيف عشان بس أوريكم لاحزة اليمبوت هنا دي و دي و دي إذا ألاحظتوا للثلاثة حاجات للثلاثة حاجات اللي أنا عملت لها هاي لايت دي كلها عبارة عن حاجة واحدة يعني كلهم عندهم نفس الاسم ما في أي حاجة بتفرقهم فجابا سكريب لما يمشي أقول لها مثلا أمشي يغيير لي اليمبوت ستقوم تقول لي طيب يا أستاذ أنا أغيير لك هاتو إيمبوت بالظبط فمحتاجين لكم نضيها حاجة لتغيير لنا فمعاناته نحن محتاجين نضيف لأي إيمبوت ID خاص به طيب سأقوم هنا أقوم وقول له خلاص أنت أنا هتديك ID اللي هو حاجة خاصة بك لما نكيبت الإيمبوت حاجة النبلغ معاناته أنا هتديك حاجة اسمه موني عاناته أنت أي حاجة حاسة هتظهر لنا هتكونت حاجة اسمه موني ممتشرت بعدك حاجة اليمبوت البعض للأشخاص سأقوم وقول له أنت الإيمبوت بتاعك اسمه People وآخر حاجة حاجة للشير وحاجة له الإيمبوت بتاعك اسمه Share ممتشرت لحد هنا هل المواضح مع الناس آي واضح في أي زول عنده أي تعليق أو أي سؤال تجي يجي بس على السريع كده عملت شنو؟ أضيفت ID بس يعني أضيفت حاجة بتخلي كل input عبارة عن حاجة قايمة بهم ومش حاجة unique ما حاجة واحدة بالعكس أنا دالي أفرق أي input من الثاني بحس إنه أوكي بجاي من يوم مشاريعين تمام أنا دائما في البرك في البرك طيب في النهاية أنا ما بعمل سلاش زي أسمي زي اللابن أو اللابن أو اللابن أو اللابن أو اللابن سؤال ممتاز شديد break هي من الحاجات أو من تقفلية لأنه أصلا بعمل حاجة واحدة بخطة لك break تمام يعني ناتقية HTML ذاتم قال والله يا أخي نحن إذا عملنا break وتاني عملنا break لأن النوطة لا يوجد تكتبها في النص وبالتالي سيكون لا يوجد فايدة منه فأحنا نجعله إذا break ساكل input نفس الحكاية بحاجة إن input ما عندك ما عندك القفل إليه يعني input عبارة عن tag قايم بذاته أي واقعي بالنسبة لكل الناس التانين المحترين أو مش ممحترين يزاعر السؤال دقى من أين لاحظوا إنه label لما نفتح التاج بتاعنا هنا لازم نفتل التاج بتاعنا هنا اللابن هي واحدة من الحاجات الزول بس إذا مرة خلال اللغة على HTML لأنها ليس شيء كبير إذا مرت أو مرت خلال اللغة على HTML السريح ممكن تتفهمها يوم واحد بس بتعرف التاجات في HTML كلها صابت؟ صابت 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 تمام طيب كده أدينا كل حاجة ID طيب خلينا نقوم نمشي لجاواسكريب لنهي نتفهم مع الستاذة بتاعتنا طيب أول حاجة في جاواسكريب طيب نحن دائرين قبل ما نريه لجاواسكريب نحن دائرين لن ندفع نحن لاحن ندفع نحن ندفع تقوم جاواسكريب تش Media ستطلب م诀 تكسيمه لنا على الاشخاص الهنا وتأخذ لنا في الشارع الهنا معناته أنه لا من أضغط عليه تدفع كم المفروض تعمليه حاجة معاك أقوم أقول له خلاص يا أستاذي تدفعي كم لا من أقوم أعمليك أضغط عليك أعمليه شنو قومي أعمليه أعمليه أو أنبهي لي فنكشن اسمه DoSum يعني شنو بكلامنا كان درس بكل بساطة إنه لا من أنا أضغط علي تدفع كم ويتم مفروض تعمليه أو DoSum 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 عملية share وريني share عبارة عنكم تمام يبقى الفنكشن دي حتلقاها وين لحد يحسن نحن ما كنتمه الفنكشن فحن نكتبه في جابا سكريب حنقوم نقولها اوك يا أستاذي إننا نحن فنكشن نحن دو share share تمام بسم الله الرحمن الرحمن أدو شجحة تعمليين أول حاجة أدو شجحة تجيبلينا المبلغ من هنا طيب حتهم تجيبلينا المبلغ كيف أنا الحاجة أريد أنني قريت documentation أو قريت الحاجات المكتوبة عن جاو اسكريب فيعني دي ما حاجة كده صعبة شريب فأول حاجة سأعمل حاجة اسمه variable بار وني عبارة عن شون حاجة عبارة عن أنا بعرف متغير المتغيتة زي الصندوق الفاضي ممكن أخذ فيه أي حاجة وعلى بعدين سيحفظوا لي بصير الأمانة فالحاجة أم أقول لي خلاص أعرف إليه متعرف أول ديني صندوق الفاضي سميه ليه القروش القروش اللي ستساوي ليه ستساوي ليه المبلغ أنا اللي سيكتبه الزول اللي هو المستخدم بتاعنا اللي هو أنا يعني طيب أمشي get element element I ENT ID كيف صح؟ حس جمعانة تفنين معاناة عبارة عن أمشي شوف ليه الـ element الـ ID بتاعه شنو؟ الـ ID بتاعه يا أخي money يعني أمشي جب ليه الـ element أو العنصر الـ ID بتاعه عبارة عن money مذكرين الـ ID بتاعه موني كان هنا كان هنا فحاتيني جب ليه العنصر ده اللي هو العنصر ده ذا جينا حولناه لأرض الواقع عبارة عن الحاجة دي فمعاناته أمشي جب ليه القيمة القاعدة في الـ input ده أعمل ليها شنو؟ أعمل لي بيها ببساطة قد تعليفهم لغير اسمه لكن get element by ID بجب لينا elements كله أنا بس داري القيمة القاعدة داخله عليهم عليهم بس سيميكولم هايدي كلها عبارة عن شنو؟ أمشي بليه الـ element الاسم و ID شوف ليه الـ value بتاعه وكم خطي ليه فيه مني طيب معناته أنا داعي الـ value بتاعه الاشخاص برضو معناته أنا داعي الـ var بتاع people اللي هو الدينام تغير اسمه people وأمشي بليه الـ element by ID الاسمه people من الـ HTML فوق تمام؟ بستوى ليه في people بعد ذاك var هل فيزون عندو اي فكرة الشيء حتى تساوي اشنو؟ اوي مرني زايد people مجموع القسمة اي مجموع القسمة فينا مجموع القسمة لا الموني على الـ people الموني على الـ people الموني على الـ people لا القسمة لا على على ما زي على موني على على الـ people طيب تمام؟ قدي هنا كلنا في نفس الصفحة صح؟ أخيرا حاقوم أقول ليه حاجة أخيرة شديدة اللي هو إذا مذكرين دو شير دار أغير الشير القيمة بتاع الشير حاليا عبارة عن ولاية حاجة تمام؟ فأنا دار أغيرها للقيمة دي صاح للشير دي فحاقوم أقول ليه خلاص أول حاجة عمشي بلاي get elements لحا تكون حبتين ممكن الناس فاليو شير تمام؟ هذه عبارة عن شنو؟ البارة حيقوم أقول له يا أخي أنت أمشي بلاي البوكس بذاته القيمة جواه غيرها للشير اللي هو الحقيقة أنا حسبتها هنا لها الثاني لكن ما هو فاضي أول صح؟ ما فيه قيمة نعم نعم نحن أصلا دارينه فاضي يعني أصلا من البداية لأننا نحصل على أي حاجة نعم 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 القيمة بتاعت الشير تمام؟ يا أخي قلت العكس كنتو يا أخي ما أقدر عمل ميوتة برهاب بالنسبة إلهي كيف عمل ميوت نعم 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 هل سايزة الثاني عند أي سؤال؟ التTML والCSS والجافسكريبت الكلام ده هسي كله عن البوضيصة نعم هل أنت قصدق بوضي القاتل هنا؟ أم قصدق البوضي عمومي متاع الدكومنت؟ آه آه أنا قصد البوضي عمومي يعني مثلا يعني إذا أنا بكتب بأي برنامج يعني الكلام ده ممكن صار لي بدون مثلا ما بدل يعني مثلا أنا هسي شغالة بـ كومواتو ID فدائما بقوم بعمل البدايات مثلا الـ وبعدين مثلا مثلا تمام خلينا أقوم أعمل حاجة ثانية هم 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 اللي هو دائما الـ ام بتداه بـ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفورم الانبوت جزي من الفورم لكن الانبوت برضو ممكن يكون براعه طيب معناته من javascript الحقيقة العرفناها انه المفروض كلا بمنامجة انه نكون شغال اللي هو المفروض اكتب موني وبعدين هتديوه البيبول وبعدين الشير ايه يتغير لي خلينا نجرب كثير بحاجة خفيفة المبلغ 40 على الاشخاص الاثنين اللي من اتفع كم ان مفروض يطلق اليه شير وعشرين عشرين يكسيم الاربعين على الاثنين ايوه انا تغلبت حسي انا بشغلت بتدوس فتتفع كم تتفع كم تتفع كم ما شغالي يا حاجة ليه دي سؤال انتاز خالص خلينا نرجع انا صراحة ما عارف ذاتي خلينا نردى ان نشوف الحقيقي من شنا اول حقيقي خلينا نراجع الاسماك دو شير دو شير دو شير اللي هو المهود تكون دو شير تمام خلينا نرجع نشوف شفيه جاوا سكريب يسيما دو شير تمام طيب بعد ذاك عندنا بار مني get element by id بالنسبة ل money that value that by people دا 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 اوكي ما في حاجة مبغيرة الحاجة الوحيدة الممكن مسلا ابدأ اشتغل عليها اللي هو ها مزاكرين type هنا input type text معناته اهم الحاجة الابدى الخلاء حتى ولو رغم جاوا سكريب سيدعمل معها على انها هي text ما هي عبارة عن رغم فمعناته لانه اللحظة انه على ميجاكيب هنا حتى انه ممكن نكتب text ممكن تكون لهذا مشكلة كبيرة ها اوكي اوكي get element by id is not defined دا ممكن تكون طيب جلية انه عندك مشكلة انه get element by id ومعرفة خليني اشوف تحايا دي جاي من شنو حمشي جوجل حاقو من توليه get element by id ونشوف حرطلع ليش انو طيب قام الداني جوجل الداني ااا ال اوكي اللي اتغيير شنو اوكي اتغيير اوكي اوكي ما رزين في حاجة اتغيير اللي هو ده نفس الاسبالين نفس الاسبالين خليني اقوم مسلا اخدت النبلغ تاني اربعين للاشخاص اتنين شنو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ون يميز لديك إذا أعطيه ونأضع أفيره ونأضع tiếp